نعم هذا التقسيم الثاني للكلام التقسيم الأول ينقسم إلى نعم إلى خبر وإنشاء التقسيم الأول ينقسم إلى خبر وإنشاء التقسيم الثاني للكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز عند القائلين بهذا التقسيم طبعا وإلا فبعض أهل العلم أنكر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وقال الكلام كله حقيقة إلا أن هذه الحقيقة منها حقيقة إفرادية ومنها حقيقة تركيبية الحقيقة الإفرادية هي التي تعرف في اصطلاح البيانيين بالحقيقة والحقيقة التركيبية يعني بعد التركيب هي التي تعرف عندهم بالمجاز واختلفوا منهم من أنكر المجاز أصلا فقال لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن وإنما ما يسمى مجازا إنما هو أسلوب من أساليب العرب وهذا قال به طائفة من المحقيقين والعلماء وإليه جنح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بن قيم ورجح هذا القول انتصر له ومن العلماء من قال بأن المجاز ثابت في القرآن وفي اللغة وعلى هذا أكثر إنما أقول كل الأصوليين والبلاغيين يقولون بأن المجاز واقع في اللغة وفي القرآن وبعض أهل العلم قالوا وهذه الطائفة الثالثة قالوا بأن المجاز نثبته في اللغة دون القرآن نقول بأنه ثابت في اللغة وواقع فيها إلا أنه لا يقع في القرآن طبعا وهذا المجاز هو الذي استعمله المعطلة لا سيما المعتزلة استعملوا المجاز في تأويل وتعطيل كثير من صفات الله تعالى وكثير من المسائل المتعلقة بالأمور الغيبية رموما أنكروها بسبب استعمالهم بالمجاز فهذا المجاز وقع فيه الخلاف قديما وحديثا بين أهل العلم بين ناف ومثبت مع التقييد في غير القرآن والسنة وقال بعض العلماء يجوز أن نثبته في القرآن والسنة بعد آيات الصفات وما يتعلق بالأمور الغيبية قالوا حينئذ لا نقول بالمجاز لماذا؟ لأن المجاز مبناه على التشبيه المجاز ما هو المجاز؟ الأصل فيه أنه مبني على التشبيه الآن التشبيه منفي ليس كمثله شيء المماثلة منفية إذن لا مجاز والمجاز إنما يكون بعد معرفة الحقيقة وإذا كانت حقيقة الله عز وجل وحقيقة صفاته غير معروفة فحينئذ لا يمكن أن نقول بالمجاز لتعذل معروفة الحقيقة أنت لا تنقل الكلام من حقيقته إلى مجازه إلا إذا كنت عالما بالحقيقة فإذا كنت جاهلا بحقيقة الشيء فحينئذ لا يمكن أن تقول بالمجازه الذي يهمنا هو أن الكلام ينقسمه علماء البلاغة إلى حقيقة ومجاز لا قالوا هذه بالنسبة لمن قالوا بأنه حتى في القرآن ونقول بالمجاز لكن في غير آيات وفي غير الأمور الغيبية لا هذه المسألة نشأة اللغات هذه نشأة اللغات يعني يتكلم فيها الأصوميين كيف نشأت اللغات هم هي توقيفية أم أنها اصطلاحية هذه يعني فيه خلاف بين العلماء في نشأة اللغات عموما لا في العربية على وجه نشأة اللغات عموما فهذه اللغات اختلفوا فيها فبعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم قالوا بأن أصل اللغات توقيفي أي أنه من الله تعالى كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها فقالوا بأن اللغة أصلها توقيفي فلا يزاد فيه قالوا وعلم آدم الأسماء كلها قالوا بلفظ الكل حتى ورد في تفسير ابن عباس أنه علمه القصعة والقصيعة يعني حتى التصغير التكبير والتصغير وعلمه فيه قالوا فعلمه جميع اللغات فكان آدم عليه السلام يعرف كل النوع مذهب الثاني قالوا بأن منشأ اللغات هي المحاكات والتقبيد أي أن الإنسان كان لا يتكلم ثم طبعا أتكلم عن أصل اللغات عند جميع الخلق الذين تكلموا في هذا الباب ليس فقط خاصا بالمسلمين تكلم فيه غير المسلمين فقالوا الإنسان كان لا يتكلم وإنما كان بالإشارة فقط ثم جعل يحاكي ويقلد الأصوات يقلد أصوات الحيوان يقلد أصوات الأشجار يقولوا بمثلا حفيف الشجر عندما يمر البيح بالشجر قالوا هذا الصوت هو حفيف الشجر لأن هذا الصوت عندما تسمعه فيه صوت الحاول حفيف حفيف قالوا خرير الماء لأن الماء إذا كان يجري تسمع في أن الصوت فيه خاء والراء قالوا دقع الباب لأن هذا الصوت فيه هذا أسمع الأصوات فيها يعني الكلمة أو الهاد فيه قروف هذا الصوت فيه مثل هذه القروف متشابعة فقالوا بأن الإنسان كان يسمع أصوات البهائم اسمع أصوات ما يقع في الطبيعة فكان يحاكيها ثم يقلدها ثم يطورها شيئا فشيئا حتى ظهر الكلام لا شك أن هذا القول وأفسد الأقوال وإلا فهل كان آدم عليه السلام كان صامتا أم أنه كان يتكلم وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر كل هذا الحوار الذي جرى بين الخالف سبحانه وتعالى وبين آدم عليه السلام جرى بينهما حوار وكان يحاور زوجه ولما نزل إلى الأرض كان أيضا يتكلم نعم كان يتكلم كل من كان على الأرض كان يتكلم ولهذا فهذا القول هو أرض الأقوال وأضعفها عندنا قول ثالث وهو أن الأصل فيه أن له توقيفي أنه توقيفي إلا أنه أصل في الكلام أنه توقيفي وأكثره اصطلاحي أن اصطلح الناس عليه اصطلحوا على أن يسموا مثلا هذا الشيء كرسيا أصطلحوا على أن يسموا هذه الآلة المعينة ساعة لأن اللغة تحتاج إلى اختلاف الأزمنة والأمكنة تحتاج إلى التطور تتطور وتتغير بتغير الحوادث فينشئ الناس اصطلاحات يتخاطبون بها فهذا الخطاب يحتاج إلى اصطلاح نصطلح على أن نضع هذه الكلمة لتدل على هذا الشيء وإلا فالأصل في الكلام أنه من الخالق سبحانه وتعالى فهو توقفي إلا أنه لا يعني أن كل كلمة يتكلم بها الإنسان لا يتكلم بها إلا بنص أو بوحي لا فالناس يصطلحون على تسمية بعض الأشياء وهذا كما هو موجود خلاسيا في هذه العصور المتأخرة في باب الأدوية ونحو ذلك اصطلحوا على عدة أسلام كلها من بابي الاصطلاح فقط يعني هذا فيما تعلق عن اختصار الكلام الآن هذا الكلام يقسمه العلماء بهذا الاعتبار إلى حقيقة مونجازة فالحقيقة يقولون في تعريفها الحقيقة يقولون هي اللفظ المستعمل فيما وضع لهم أولا أو أصل وعندكم في التأريف ماذا قال المؤلف في تعريف الحقيقة نعم والتأريف الثاني والمؤلف يختار هذا التأريف الثاني مع أنه قال أخره في الذكر وقال وقيل لكن اختار هذا التأريف لماذا لأنه فيما بعد سيقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام وذلك إنما يكون على التأريف الثاني لا على التأريف الثاني على التأريف الأول لا تنقسم الحقيقة حقيقة واحدة واضح سيأتي الكلام إن شاء الله واشي يقول في التأريف الثاني نعم استعمل فيما استرح عليه من المخاطرة أو كما تقدم اللفظ الذي يستعمل أو استعمل فيما وضع له أولا مثل كلمة أسد هذه الكلمة أسد وضعتها العرب للدلالة على الحيوان المفترس المعروف فإذا أطلق هذا النفذ فالمراد به هذا الحيوان فهو حقيقة فيه الآن هذه الحقيقة هي الأصل في الكلام أما المجاز المجاز فلا يكون إلا بعد التركيب أما في المفرد فالأصل أن يحمل المفرد على الحقيقة ولا يجوز حمله على المجاز المفرد لا يحمل على المجاز إنما تقول أسد كلمة أسد هذا مفرد لا يحمل إلا على الحقيقة فقط لا يمكن حمله على المجاز فيما بالتركيب إذا ركب رأيت أسدا هنا في حال التركيب يحتمل أن يكون للحقيقة ويحتمل أن يكون للمجاز والأصل أنه للحقيقة إلا إذا جاءت قرينة وعلاقة حينئذ نصرفه إلى المجلس هذه الحقيقة تنقسم نعم 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 إذا كان وضع شخصاً أليك شيئاً أختلف المسكس وضع اللعبة ما في حالة وضع لا المرة في الوضع الوضع هنا بناء المعنى المصطلاح يعني العرب اصطلحوا على وضع هذه الكلمة للدلالة على هذا الحيوان نعم 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 هو لفظ هو اللفظ هذا اللفظ هذا اللفظ اللي هو الهمزة والسين هذه الحروف أخذها العرب واستعمنوها للدلالة على هذا الشيء نعم هي هذه الحروف تركيبها ركبت بهيئة معينة بهذا الترتيب الهمزة ثم السيد ثم الدال واصطلحوا على تسمية هذا الحيوان سموه بهذه الحروف المجموعة نعم هذا اللفظ يعني هذا أول ما وضعت العرب الكلام ووضعت كلمة أسد لهذه الحيوان نعم نعم حقيقة لكن فيما بعد الآن كلمة أسد أحيانا أنا وضعت هذه الدلالة على هذا الشيء هذا هو الحقيقة لكن فيما بعد أنا أردت أن أشبها غير الأسد بالأسد في الأسد في الشجاعة وفي القوة وفي البأس فماذا أفعل؟ أستعمل إما استعارة لإمامه إما أن أحذف المشبه به وهو الأسد وأخذ منه شيئا لبعض لوازمه فأنسبها إلى المشبه وإذا المنية أنشدت أظفارها ألفيت كلة نيمة لا تنفع هل المنية اللي هي الموت عندها أظفار شبهها بحيوان مفترس وإذا المنية أنشبت أظفارها مع أنها ليس لها أظفار ألفيت كلة نيمة لا تنفع هنا استعارة وره المشبه به غير موجود ما قالش وإذا المنية يعني كالأسد حذف كل المشبه به وذكر بعض صفاته اللي هي الأنياب هي الأظفار ولا الأنياب ولا نحو ذلك هذه الشيء من اللوازن فهنا يصير إما باب المجاز ولا باب المستعام فينقل الكلام أنت لا تقصد قل رأيت أسدا يتكلم في الناس الأسد يتكلم هنا ولا رأيت أسدا يعني يجاهد ويقاتل أعداء هل الأسد هنا مراد به الأسد الحقيقي؟ المقصود به إنسان يشبه الأسد في بعض صفاته فهنا نقول بأنه إذن يولي مجاز ليس المقصود به الأسد الحقيقي الذي وضعت العرب هذا الاسم بالدلالة عليه وضع الآن هذه الحقيقة تنقصم على التعريف الثالث الذي ذكره المؤمن تنقصم إلى ثلاثة أقسام فيما صلح عليه من المخاطبة تنقصم إلى ثلاثة أقسام حقيقة شرعية حقيقة لغوية هي الأصل وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية ثلاثة أقسام وهذا المباحث هذا المبحث في غاية الأهمية تقصيم الحقيقة إلى هذه الأقسام هذا أمر مهم جداً نحتاجه في الفقه نحتاجه في التفسير نحتاجه في شرح الحديث ونحتاجه في كثير من القلوب سيمر بك في العلوم الشرعية كثير من المسائل كلها ترجع إلى هذه القسمة الكلام ينقصم أو الحقيقة تنقصم إلى حقيقة لغوية وإلى حقيقة شرعية وإلى حقيقة أرفية في الحقيقة اللغوية الحقيقة اللغوية هي ما كان اللفل المستعمل في ما وضع له في اللغة اللغة كما تقدم في المثال استعملوا ألفاظ معينة في نفض الأسد للدلالة على حيوان المفترسة واضح هذه حقيقة لغوية الحقيقة الشرعية هي الألفاظ التي نقلها الشارع من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي طبعا هنا يأتي الخلاف بين الجمهور بهم حنفا فالحنفية يقولون بأن الحقائق الشرعية هي بعينها الحقائق اللغوية بزيادة قيود قالوا ولم يحصل هناك نقلق فإنما هي حقائق لغوية قينت أما الجمهور فيقولون بأن الحقائق الشرعية هي أصلها حقائق لغوية لكنها نقلت هذا اللفظ نقل إلى معنى أو إلى معانى شرعية مثل كلمة الصلاة الصلاة في اللغة ما هي؟ هي الدعاء وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إن الصلاة تنسكنا لهم وقد يطلق الصلاة مراد بها الثناء أيضا إن الله وملائكتهم يصلون على النبي فهذا هو معنى الصلاة في اللغة لكن في الشرع من مراد بها؟ من عبادة مخصوصة معروفة فالآن هذه الصلاة يختلف معناها بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة اللغوية الآن هذه الصلاة أصلها في اللغة هي الدعاء لكن جاء الشارع فنقلها من هذا المعنى إلى معنى آخر الذي هو العبادة الأقوال والأفعال المحصوصة المفتتحة بها كذلك الزكاة أصلها في كلام العرب من نمو هذا هو معنى الزكاة الزرع فجاء الشرع فنقلها من هذا المعنى إلى معنى آخر وهو إخراج مال محدود بشروط محددة كذلك الحج في اللغة هو القصد إلى معظم فجاء الشرع فنقله إلى القصد إلى بيت الله الحرام لأداء منسك هذا المنسك الذي هو الحج وهكذا في الألفاظ الشرعية أو الحقائق الشرعية هي أصلها حقائق لغوية جاء الشارع فنقلها وبعض العلماء قال لا هي نفسها الحقائق اللغوية زيدت عليها بعض القيود ومن هنا ظهر الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في مسألة الإيمان هل هو حقيقة لغوية أم أنه حقيقة شرعية فالحنفية قالوا هو حقيقة لغوية ولذلك قالوا الإيمان هو التصديق ثم ترتب على هذا الخلاف في الأعمال هل هي داخلة في مسمى الإيمان أم لا فبناء على قولي الحنفية إنها حقيقة شرعية أي حقيقة لغوية يقالوا بأن الإيمان الإيمان الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وعلى القول بأنها منقولة لفظ الإيمان منقول ليس حقيقة لغوية وإنما هو حقيقة شرعية وأنه منقول حينئذ يكون قول هذا القول هو موافق لما عليه الجمهور وهو أن الإيمان العمل داخل في مسمى الإيمان نعم هذه الحقيقة الشرعية عندنا الحقيقة الثالثة وهي الحقيقة الغرفية نعم 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 لكن هل هو الحنفية قالوا هو الأصل أنها تبقى حقائق نغرمية الشرع إنما أثر فيها الباب التقييد فقط أما الجمهور فقالوا لا الشرع نقل فهناك كلام جاء في اللغة فجاء الشارع فنقاله وقصد به شيء آخر غير مقصد به في اللغة نعم موجود موجود كلام العرب قصدوا به شيء فجاء الشارع فصحح هذا الفهم وأن هذا القصد غير صحح جاء يعني ألفاظ شرعية طبعا هناك دائما ارتباط بين الألفاظ الشرعية وبين الألفاظ اللغوية لأن هذه الشريعة جاءت باللغة العربية هناك ارتباط لكن هذا لا يعني هذا لا يعني أبدا أن نقول بأن كل لفظ لغوي لفظ شرعي لابد أن يكون هذا اللفظ الشرعي مأخوذ من هذا اللغوي ومقيد به فهناك ألفاظ في الشرع ليست موجودة في اللغة وكان الصحابة يستفسرون النبي صلى الله عليه وسلم عنها يأتونه فيسألونه عن أشياء هي موجودة في كتاب الله مثل الأب مثلا مع أنه الصحابة يفهمون الكلام العربي يفهمون معنى هذا لكن إذا قصدوا ما وراءها ماذا يقصد به الخالق سبحانه وتعالى في هذه الكلمة تنزل آية فيسألون عنها فهذا يدل على أن هذه الكلمة التي سئل عنها وإن كان أصلها موجودة في كلام العرب لكنهم يعلمون بأن الشارع نقل هذه المعاني هذه الألفاظ نقلت من معناها الأصلي إلى معنى آخر وهو شرع فحينئذ يعني يكون القول بالنقل هو الصلاة الحقيقة العرفية الحقيقة العرفية هي أصلها أنها حقائق لغوية فقيدها الناس بأعرافهم وحددوها بهذه الأعراف مثل كلمة دابة الأصل في اللغة حقيقتها اللغوية ما هي كل ما يدب على الأرض سواء كان يمشي على نجلين أو على أربع أو على بطنه حتى ما يمشي على بطنه يسمى دابة هذا في اللغة حقيقتها اللغوية أنها دابة أما في العرف فقيدها وخصصها بذوات الأربع في العرف الناس إذا قالوا دابة فالمقصود به ذوات الأربع قلت الآن مثلا سافرت على دابة سافرت على دابة صبرت إنسان يسافر على حنش لا على دودة هذا دابة لكن هل يطلق هذا عليه؟ لا ننظر إلى العرف العرف الدابة هي ذوات الأربع وهل السيارة دابة؟ لا ننظر إلى ذوات الأربع هي؟ فإن كان لها أكثر من أربع كالحافلة فهل تسمى دابة؟ لا ننظر إلى ذوات الأربع فالعرف العام وعرف الخاص العرف العام هو مثل ما تقدم في تعريف الدابة مثلا أما العرف الخاص فهو ما اختص به أهل كل فن فأهل كل فن لهم إصطلاح يخصهم هذا يسمى حقيقة عرفية خاصة مثلا أدوات الرفع عند اللحات ما هي؟ أدوات الرفع لا لا أدوات الرفع أدوات الرفع الابتداء الخبر المبتدأ الفعل وغير ذلك ما هي أدوات الرفع عند الميكانيكي وعند البناء جرارة فهذه كل أدوات الرفع لكنها تختلف باختلاف العرف فأهل كل فن لهم أدوات معينة أو لهم أعراف تخص كل علم له عرف في علم الحديث في علم البلاغة في علم أصول الفقه أهل كل علم لهم اصطلاح قد يكون مشابها لاصطلاح العلم الآخر ولكن ما المقصود به مخالف المعنى مخالف الآن هذه الحقائق الثلاثة الشرعية اللغوية الشرعية والعرفية الألفاظ أو النصوص الشرعية قد تتنازعها هذه الحقائق الثلاثة فيأتي لفظ واحد يدور بين هذه الحقائق الثلاثة يحتمل هذا الشرعية ويحتمل اللغوية ويحتمل العرفية ماذا نقدم؟ دائما دائما العلماء قالوا نقدم أولا الحقيقة الشرعية تبقى عندنا الحقيقة الثلاثة والحقيقة العرفية ماذا نقدم؟ إذا تعارض العرفية مع المغوية الجمهور قالوا نقدم العرفية والحنفية قالوا نقدم المغوية يعني ما هي؟ الأصل فيرجع موجع الخلاف أيضا مع الحنفية فإذا جاء لفظ ودار بين الحقيقة الشرعية وبين الحقيقة اللغوية أو العرفية ماذا نحكم؟ نحكم دائما مقدم الحقيقة الشرعية فعندما يأتينا نصف القرآن ونصف السنة وكان هذا اللفظ يحتمل كل هذه المعاني وتنازعة هذه الحقائق فحينئذ نقدم الحقيقة الشرعية فمثلا ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وغدوهم وظلالهم بالغدو والأساس ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض ما المراد بالسجود هنا؟ هل هو السجود الشرعي الذي وضع جبهة على الأرض؟ أم أنه السجود اللغوي الذي هو الذل الذل والخضوة أم أنه السجود العرفي الذي هو طعطأة الرأس والخضوة 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 أي متعطئين هذه الكلمة ولله يسجد هذا الفعل هنا تنازعته هذه الحقائق ثماتا هل نقول بأن كل الأشياء ساجدة في السجود المصل وهذه الحقيقة الشرعية أم أنها ذليلة أم أنها متعطئة يعني هذا تنازعته هذه الحقائق كلها مع أنه نفض واحد كذلك كثير من الألفاظ التي تقع في قرآن ثم يتنازعها بعض هذه الحقائق فدائما نقدم إذا أمكن أن نقدم الحقيقة الشرعية نقدم الحقيقة الشرعية لأنها هي البسيط ثم بعد ذلك تأتي الحقيقة العرفية عند الجمهور ثم اللغوية وعند الحنفية اللغوية ثم العرفية ويترتب على هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور في جملة من المسائل فمثلا رجل يقول لامرأته يقول إن هي أكلت لحما فهي طالق فأكلت سبكا سبكا مشكلة هل سبك لحم أو يقول لحم 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 ففي القرآن لتأكل منه لحم طرية لتأكل منه من البحر لحم طب فسماه لحمة هي الآن إن أكلت لحمة فهي طالق فرحت هي أكلت سمكا نعم لا لا الآن اللفظ هنا مرادغ في اللغة الشارع على اللغة لحمة في كلام العرب في لغة العرب يسمى اللحم سماه الشارع اعتبره لحم السمك اعتبره لحمة لحمة نعم نعم هنا من باب الامتنان هنا أن يمتن على الخلق بهذه اللعمة الآن هذا اللحم في العرف لحم السمك في اللغة يسمى لحمة لكن هل هو في العرف يسمى لحمة انت رح انت عند بائع تقول له طلب منه أن يبيعك لحمة فبما يأتيك؟ اللحم اللحم الغنم وليجي الكبير بالسمك لا هو يفهم من اللحم اللحم المحروف الذي تعارف من سؤاله وإن كان في اللغة يطلق على السمك بأنه لحم لكن لا يسمى لحما في العرف وإنما يسمى سمكا تقول أكلت سمكا وش أكلت لحمة إلا بالتقييد أكلت لحم سمكي فالآن هي أكلت السمك عند الجمهور لا تطلق عند الحنفية تطلق علىه لأن الجمهور يقدمون العرفية على اللغوية والحنفية يقدمون اللغوية على العرفية فيقولون مدام أنه في اللغة نحم يقع الطلق الجمهور يقولون لا ننظر إلى العرف وإلى قصد المتكلم المتكلم لا شك أنه قصد باللحم اللحم المغروف لأنه لم يذهب إلى لحم السمك وما قصده أصلا بنيته الآن هو ما نوى لحم السمك ولذلك فقالوا نحب الكلام على الحقيقة اللغوية الحقيقة العرفية ولا شك أن مذهب الجمهور هنا أقوى صح نحب الكلام على العرفية أن نقجم العرفية على اللغوية وطبعا وهنا أيضا يعني يتكلم العلماء في مسائل في باب الطلاق يتكلمون عن جملة من المسائل مثلا في بعض أعرافنا المرأة تخاطب في باب الضمير بأنت بأنت والمذكر يخاطب أنت ويتبع هذا مشكلة أيضا يقول زوجته أنت طالق المذهب الحنفية لا تطلق لأن أنت طالق هذا غير صحيح فلا يقع الطلاق عند الحنفية أنت طالق عند الجمهور يقع الطلاق لأنهم ينظرون إلى العرف عرف هذه البيئة أنت تقع موقع أنت إذن يقع الطلاق لكن عند الحنفية وقفوا على اللفظ اللغوي أنت طالق هذا لا تصح في كلام العرب المقصود هو أنت لكن الجمهور قالوا بأن الطلاق يقع بناء على القصد لكن لا على سبيل الإطلاق قالوا استثناء قال إلا إذا أراد أن يهددها هو كان عالما باللغة يعني هو يعرف اللغة وحب يهددها على طريقة الحنفية يعني على استعمال هذه الألفاظ قول بأنه يعلم لو قال أنت طالق يقع الطلاق فهو يستعمل على مذهب الحنفية يستعمل أنت يقدم الحقيقة اللغوية قالوا في هذه الحنفية تفصيل إذن إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد التهديد وجاء بهذا المفترض خلاف عند الفقهاء في الفروع لكن المهم هو ثمرة الخلاف أو أثر الخلاف يظهر في تقديم العرفية على اللغوية وأنه يترتب على ذلك جملة من المساعد هذا في تقسيم الكلام إلى أو الحقيقة إلى ثلاثة أقسام إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية ثم ننتقل إلى المجاز ما هو المجاز؟ المجاز يعرف في الاصطلاح لأنه اللفظ المستعمل في غير ما يوضع له ونزيد يعني نقول لعلاقة مع قريمة مانعة من إرادة المعنى الأصل الأصل وباختصار نقول بأن هذا المجاز مؤلف قال في تأريفه نعم لا تجوز لي عن موضوعه أو تأريف ثاني نعم إما أن يكون بالنقل والزيادة أو النقصان أو النقل أو استعارة طبعاً وهذا التحقيق أن يقال في أن المجاز على قسمين مجاز عقلي ومجاز نغمي هذا هو المجاز عقلي أو نغمي والمجاز العقلي هو الذي يجري في الإسناد بأن يسند الشيء إلى غير فاعله في الظاهر وله أمثلة تقول مثلاً أنبت الربيع البقل أو أنبت الماء العشو من الذي أنبت العشو نعم البقل البقون جون من هو المنبت الحقيقي والله شفى أو شفى الطبيب المريض من الذي شفى المريض أنه هو الطبيب الشافي هو الله لكن أسند هذا المجاز يسمى المجاز العقلي أو الإسنادي أسند الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي كذلك تقول بنى الأمير القصر هل الأمير بنى القصر بيده؟ لا بناه العمال لكننا أسندنا البناء إليه بناء على أنه كان سبباً فهو من باب إسناد الشيء إلى سببه إسناد الشيء إلى سببه وإلا فإن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه فهنا هذا المجاز هو مجاز في الإسناد في إسناد الشيء إذا بالإسناد فقط أن تسند شيء إلى شيء وتتجوذ في هذا الإسناد من أصل تقول أنبت الله العشب بالماء هذا هو الأصل هذا الإسناد هو الإسناد العقلي وعندما يطلق لفظ المجاز لا يقصد به هذا المعنى عندما نقول هذا الكلام عندما يتكلم الأصوليون لبلاغيون يقولون هذا مجاز ليس المقصود به المجاز الإسنادي أو المجاز العقلي وإنما يقصدون به المجاز العقلي المجاز اللغوي وهذا هو القسم الثاني المجاز اللغوي المجاز اللغوي على أقسام المجاز اللغوي في تعريفه ما هو نحب أن نعرف المجاز اللغوي نقوله هو اللفظ المستعمل في غير هذا المجاز اللغوي وهو المقصود عند الإطلاق عند إطلاق كلمة المجاز تنصرف إلى المجاز اللغوي هذا المجاز اللغوي إما مفرد وإما مركب إما مجاز مفرد وإما مجاز مركب وإما مجاز بالزيادة والنقص تلت أقصى مجاز مفرد ومجاز مركب ومجاز بالزيادة والنقص المجاز المفرد نحن واش قلنا في المجاز هو لفظ مستعمل في غير ما وضع له يعني ما هوش موضوع لهذا الشيء لكن استعمل في غير ما وضع له رأيت أسدا يرمي رأيت أسدا كلمة رأيت أسدا أي حقيقيا فلما زدت يرمي الأسد الحقيقي لا يرمي بالقبص إذن صارت هذه الكلمة هي القارينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصل المعنى الأصل هو الأصل الحقيقي فجاءت قارينة منعت من إرادة المعنى الأصل فلابد من وجود علاقة وقارينة فمثلا الشاعر يقول قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفس قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس إذن لا شك أن هناك استعمال للنفض في غير موضوعه هناك شمس واحدة لا شمس آخر فاستعمل أحد هذين اللفضين في غير معناه الحقيقي وهذا هو التجوز أو المجاز من الاستعار الآن هذا المجاز المفرد نتكلم عن المجاز المفرد هو اللي يهم لها لأنه هو المقصود المجاز المفرد قلنا في تعريف نفض المستعمل في غير الموضوع له نعم لعلاقة مع قارينة الآن هذه العلاقة نتكلم عن العلاقة العلاقة إما مشابهة أو غير مشابهة نقول العلاقة يعني بين اللفض أو المعنى الحقيقي والمعنى المقصود الجديد المجاز إما الحقيقة إما المشابهة أو غير المشابهة إن كانت العلاقة هي المشابهة فهي استعارة إن كانت غير المشابهة فهي المجاز المفرد حقارينة والضيف والقارينة فيما بعد إما لفضية وإما حالية يعني تعرف من حال الكلام وإما لفضية تكون مذكورة في اللفظ لفض إما لفضية Guardians ذا قارينة لفظية إما لفضية يعني تعرف من الحال وسياق الكلام أنا نفهمها ونعرف القليل واضح الآن المجاز الآن هذا المجاز المرسل هو الذي يعني له علاقات متعددة وهي السببية والمسببية والحالية والمحلية واعتبار ما كان اعتبار ما يكون تعرف هذه العلاقات وما درستوها سادق في بلاغ نعم نعم هذه العلاقات المجاز المرسل هناك عدد العلاقات المعروفة ثمانية وأوصلها بعضهم أكثر إلى خمسين لكن هذا يعني فيه التوسع كبير جدا يكتفي يعني يكتفى في علم البلاغة بذكر ما تقدمه هي ثمانية تكفي هي المهمة فهذا المجاز إن كانت العلاقة المشابهة فهو مجاز مرسل إن كانت العلاقة غير المشابهة ومجاز مرسل إن كانت العلاقة غير المشابهة وكل استيقظ إن كانت العلاقة غير المشابهة ما هي غير المشابهة إما سببية أو مسببية هذه غير المشابهة المكش تشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز يعني اللفظ هذا بين المشبه والمشبه به بينهما علاقة غير علاقة التشابه فإن كانت العلاقة علاقة التشابه نولده الاستعارة كما تقدم ثم الاستعارة تنقسم إلى مكنية وإلى تصريحية وأيضا مجاز المركب فيما بعد ينقسم إلى استعارة تمثيلية وإلى مجاز مركب مرسل وهذا أيضا نحتاج نحن إلى المجاز المفرد وإلى المجاز بالزيادة والنقص هذا هو اللي أشار إله المعرف أن مجاز بالزيادة ومجاز بالنقص ومجاز مفرد المجاز المفرد يدخل فيه المجاز المرسل ويدخل فيه استعارة وأما النوع الثالث أو الفصم الثالث من المجاز فهو المجاز بالنقص أو بالزيادة نعم أقرأ يعني أنك نقرأ المتن يعني ربما أخرجنا كله نعم أقرأ في الله لذلك الحقيقة نعم 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 هذا التقسيم يرجع إلى ترجيحه إلى القول إلى التعريف الثاني للحقيقة لماذا؟ لأنه بناء على التعريف الأول والذي قال هو ما بقي على في الاستعمال على بناء على ذلك تكون الحقيقة الشرعية والعرفية من المجاز واضح بناء على التعريف الأول الحقيقة لا تنقص إما حقيقة وإما مجاز فالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية على التعريف الأول لا تسمى حقيقة وإنما تسمى مجازا عند التعريف الأول فاختيار المؤلف وتقسيم المؤلف الحقيقة إلى ثلاثة أقسام يدل على أنه اختار القول الثاني التعريف الثاني المجاز إما أن يكون بزيادة المقصر المقل المستعد نعم يقول المجاز إما أن يكون بزيادة ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء قالوا فالكاف هنا زائد لتوكيد النفي ليس المقصود بالزيادة هو عدم الإفادة لا المقصود بالزيادة هو التوكيد كما في هذا الموضوع قالوا الكاف هنا الأصل ليس مثله شيء فجاء بالكاف جاء بالكاف لتوكيد فقالوا هذا مجاز بالزيادة قالوا أي قد يكون المجاز بالنقص مثل وسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي يعني وسأل أهل القرية فمجاز بحذف المضاف مع إقامة المضاف إليه مقامه فقالوا هذا مجاز بالحذف بحذف المضاف أو بالنقص تقدم الكلام عن هذا أو بالنقل نجاز بالنقل مثل كلمة الغائد الغائد أصل فيها المكان المنخفض بين مرتفعين وكان العرب كانوا يقصدونه لقضاء حوائجهم ابتعاذا واستتارا ابتعاذ عن أنظار واستتارا كانوا يقصدون هذه الأماكن البعيدة فسمي ما يخرج من البدن من الأذى بسبب باسم المكان الذي كان العرب يقصدونه عند قضاء الحاجة طبعا هذا من أدب العرب متأدبهم في الكلام أنهم يستعملون مثل هذه الأنفاظ من باب أن محافظة على الأدب أن يذكرونه في محل ويقصدونه فقال هذا مجاز بالنقل وإن كان كثير من العلماء يقولون هذا لسه باب المجاز وإنما هو باب الحقيقة العرفية أي أن العرب تعارفوا على واصطلحوا على أن يضعوا ونسموا هذا المكان أو هذا الشيء خاف من البدن باسم المكان الذي يقصد في إخراج هذا الأدب فتكون هذا المجاز يعني هو قال بأنه بالنقل يعني لفظ وضع لشيء معين ثم نقل ليوضعه في معنى آخر وكذلك الاستعارة والاستعارة هو تشبيه استعارة هو تشبيه حذفت منه الأدات فإن صرح فيه بلفظ المشبه به فهي استعارة تصريحية وإن خذف المشبه والمشبه به ورمز له بأحد رواء ببعض لوازمه فهي استعارة نكنية مكنية مثل وإذا المنية هذه هنشبت أطفالها هذه استعارة ورهن إذا خذف المشبه به أعمل مشبه المشبه به المشبه أين هو المنية أين المشبه به محذوف أين الأدات الكافية مثل الكاف هذه تقول مثلا زيد كالأسد الأدات هي الكاف أو زيد مثل الأسد الأدات هنا محذوفة والمشبه به محذوف لكن رمز له بشيء من لوازمه وهو الأطفال والأصل وإذا المنية التي تشبه الأسد مثلا في الافتراض تذكر عن مجه الشباب لكن هو حذف هذا كله قال وإذا المنية أنشبت أظفاره هنا ماذا حصل حذف المشبه به وحذف أداة تشبيه ورمز المشبه به بشيء من لوازن هو لكل حل تشبيه البالير يحتف منه الأداة نعم وجه الشباب لكن هنا يعني تعرف مختصر تعرف مختصر وإلا فتعريف الاستعارة يحتاج إلى لا بد أن يكون شاملا الآن أنا ذكره تعريف مختصرة فقط وإلا تحتاج إلى تفصيل تفصيل في ذلك محله في البلاغة هذا فيما يتعلق بإختصار شديد فيما يتعلق بالمجاز فالمجاز إما أن يكون عقليا أو إسناديا بأن نسند شيئا إلى غير فاعله الحقيقي من باب إسناد الشيء إلى سنبه كما تقدم في بانلا أمير القصر لذلك وإما أن يكون هذا المجاز لغويا وهو المقصود عند الكلام وعند الإطلاق وهذا المجاز لغوي لابد له من علاقة ولابد له من قريمة وإلا فالنفذ لا يحمل إلا على الحقيقة إلا بموجود علاقة وقاريره هذه العلاقة إن كانت المشابهة بين المشبه ولمشبه به إن كانت علاقة بينهما هي المشابهة فهي استعارة إما فيما بعد تصريحية أو المكنية إن كانت العلاقة غير المشابهة فهنا نقول هي من باب المجاز المرسل ثم نحدد علاقة هذا المجاز المرسل يعني العلاقة بين المعنى الأصلي وبين المعنى الوضعي والمعنى المجازي وإما أنه مجازبي الزيادة والنقص بزيادة شيء كلمة أو مقصان كلمة ثم إما أن يكون أيضا المجازبي أن يكون مركبا وهذا يكون في الكلام يعني بينما يكون مركب كلمتين وحينئذ إما أنه مجاز المركب المرسل أو استعارة تمثيلية إن كان هذا لا يدخل في ما نحن فيه في أصول الفقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر